مفارز الدبابات الروسية تتقدم وتعبر الحدود في مطيط سومي وتسيطر على بلدة ريزييفيكا ومدمرات صواريخ المواجهة الأدميرال جورشجوف الروسية تصل إلى كوبا والصحف الغربية مقاتلات F-16 الأمريكية الخاصة بأوكرانيا ستتمركز في مطارات النيتو للإصلاح والدعم الفني والتزويد بالوقود والصواريخ قبل ما تقلع لمهاجمة روسيا والصين تكشف أن الحرب في أوكرانيا سهمت في تطوير دبابات المعارك الرئيسية وتكشف عن الواجه الجديد لدبابات المستقبل تعالوا بنا نعرف التفاصيل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وزيد وابارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مفارز الدبابات الروسية عبرت منطقة الحدود في اتجاه سومي وسيطرت على بلدة ريزييفيكا مدينة سومي بتقع في شمال شارع أوكرانيا على الحدود مع روسيا بالقرب من مدينة كورسك الاستخبارات الروسية رصدت قيام أوكرانيا باستخدام بلدة ريزييفيكا الحدودية مع روسيا في اطلاق هجمات على موسكو وقصف المناطق الحدودية بالمتعية والصواريخ وعشان كده قررت روسيا السيطرة على البلدة ديت بالذات وإقامة منطقة عزيلة تمنع المقاتلين الأوكران بالتموضع وقصف البلدات الحدودية الروسية في بيلجرود وكورسك خاصة مع الضوء الأخضر الأمريكي لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية لقصف المناطق الحدودية مع روسيا والتي تستخدم لشن الهجمات على خاركيف بالتالي نشاط القوات الأوكرانية في تهديد المناطق الحدودية الروسية هيزيد الفترة الجاية ومن هنا روسيا بتستبق خطوات النيتو ويتقوم بتوسيع دارة المنطقة الآمنة أو المنطقة العزلة من أجل خلق دفاع روسي متقدم يمنع أوكرانيا من استخدام المدفعية والصواريخ في تهديد المواطنين الروس فرقاتة الصواريخ المواجهة الروسية أدميرال جورشكوف التي تقود المفرزة الروسية البحرية المتجهة إلى كوبا وسط كوبا النهاردة الصبح في زيارة رسمية تصار خمس أيام لبحث خطوات روسيا في إنشاء قواعد عسكرية وصاروخية ونووية في كوبا من أجل حصار وتطويق أمريكا من الجنوب سفينة الأدميرال جورشكوف بتعتبر أول سفينة في العالم بيتم تسلحها بصواريخ أسرع من الصوت هايبرسونيك من نوع سيركون فرقاتة جورشكوف بتعتبر من المشروع العسكري الروسي 22350M اللي بدأ في روسيا 2006 وبدأ دخولها الخدمة رسميا في روسيا 2016 روسيا مخططة إنها تبنى 10 صفن صواريخ منها من نفس نوع حاليا روسيا بتمنى 3 صفن منها وبيتم بناء 3 صفن تانين السفينة الروسية بيوصل طولها حوالي 135 متر وزن السفينة أو وزاعة السفينة 5400 طن تسلح السفينة خطير جدا السفينة الروسية مسلحة بـ 32 خليط إطلاق راسية VLS لإطلاق صواريخ تسيركون الأسرع من الصوت اللي بطير بسرعة 12000 كم في الساعة أو 11 ماخ وبمدى ما بين 1000 كم إلى 1500 كم تخيل كده سفينة الروسية واحدة بتطلق 32 صاروخ تسيركون أسرع من الصوت على مجموعة قتال حاملات طائرات أمريكية أو على عدة مدن أمريكية إيه الموقف العسكري اللي هيكون عند أمريكا بالضبط ساعتها هنشوف كارسة عند أمريكا هنشوف تدمير سريع وإغراق سريع لمجموعة قتال حاملات الطائرات الأمريكية وهنشوف مدن أمريكية كاملة بتنتهي في ثواني تحت وابل من الصوريخ الأسرع من الصوت الهايبرسونيك التي لا يمكن الدفاع عنها في الوقت الحالي ودي قدرات سفينة روسية واحدة ما بالك بيباقي السفن اللي عند روسيا وعشان كده روسيا ما عددش متحمسة دلوقتي لبناء حاملات طائرات مقاتلة حتى خطة إصلاح حاملة الطائرات الروسية أدميرال كوزين ديزوف روسيا ما عددش مهتمة بيها والحملة الروسية بقت ماركونة في أحواد مورمانسك في أقصى شمال روسيا من عدة سنين بدون اهتمام كافي ده لأن روسيا ما عددش عايزة حاملات طائرات لأنها تملك القوة البحرية الكافية على السطح لتدمير سفن وحاملات الأسطولي الأمريكي وأساطير قوات النيتو كمان سفينة أدميرال جروشجوف روسيا مسلحة ب32 صاروخ مضاد للطائرات للدفاع الجوي بعيد المدى من نوع S350 فيدياز بمدى 120 كم ومسلحة بتمن قوازف توربيد للحرب ضد الغواصات ومروحية للحرب ضد سفن والغواصات من نوع كامف 27 بالتالي سفنة روسية واحدة بحجم أسطول كامل من قوات النيتو ومن هنا وقع اختيار روسيا على سفنة أدميرال جروشجوف عشان تقود المفرزة البحرية الروسية المتجهة إلى كوبا لردع أمريكا وليت تضعوم غواصة صواريخ ناوية من نوع ياسن ام وسفنة دعم لوجستي وقاطرة إنقاذ المصادر الغربية قالت إن مقاتلات F-16 الأمريكية الخاصة بأوكرانيا هتقوم بالتموضع في مطارات عسكرية أمريكية وبولندية من أجل عمليات الإصلاح الفني والدعم الوجستي من الزخيرة والصواريخ والقنابل والوقود قبل ما تقلع المقاتلات الأوكرانية لضرب المواقع الروسية وده بعد استحالة نشر مقاتلات F-16 الأوكرانية داخل أوكرانيا نفسها لعدم جهزية مطارات أوكرانيا لاستقبال مقاتلات أمريكية وطبع النشر مقاتلات أوكرانيا في مطارات وقواعد جوية خاصة بالنيتو وإستخدامها لضرب روسيا ده يكون فيه تجاوز للخط الأحمر الروسي اللي حطت روسيا من فترة طويلة وقالت روسيا أن أي ناشل الأسلحة أوكرانية قد تستخدم لضرب روسيا هتقوم روسيا بضربه وإسكاد جميع المواقع التي انطلقت منها هذه الأسلحة بما فيها أراضي النيتو بالتالي دوت هيكون بمثابة تصعيد جديد من النيتو فهل النيتو مستعد للخطوة ديت؟ يعني من يومين بايدن قال إحنا مش مستعدين للتصعيد العسكري مع روسيا وأمر أوكرانيا بعدم استخدام أسلحة أمريكية لضرب العمق الروسي بعد تهديد بوتين بإرسال أسلحة روسية استراتيجية لدول ثالثة لتهديد المصالح الأمريكية والعمق الأمريكي فحنا دلوقتي مش عارفين نحدد سياسات أمريكا مرة تقول أمريكا مش عايزين تصعيد مع روسيا ومرة تانية تاخد خطوات للتصعيد العسكري مع بوتين الصين قالت أن صراع في أوكرانيا كشف ما يجب أن تكون عليه دبابات المعارك الرئيسية في الحرب الحديثة وقالت الصين أن دبابات الجديد الجديد يجب أن تكون قادرة على هزيمة العدو من مسافات بعيدة وأن تكون بمسابة تحكم أو مركز تحكم للمسيرات الكاميكازي والدرونات الاستطلاع وأن تكون قادرة على مواجهة هجمات المسيرات الكاميكازي وأن تكون قادرة على البقاء في علاقة الحياة في البيئة المعادية بشكل أكبر الصين حطت شروط للدبابات الجديدة كانها بتتكلم عن الدبابات الروسية انها هي دبابات العصر الجديد يعني لو ناخد بالنا الدبابات الروسية هي الدبابات الوحيدة في العالم دلوقتي المسالحة بأسلحة بعيدة المدى قادرة على تدمير دبابات الخصم من مسافات بعيدة جدا فاكرنا ما دبابة روسية من نوع تي 72 بي 3 ام نجحت في تدمير مدرع امريكية من نوع برادلي على مسافة 12 كيلومتر واتقلت ان روسيا قصرت رقم القياس العالمي ودمرت مدرع امريكية من ابعد مسافة وصلها العالم بالتالي الدبابات الروسية اصبع عندها ميزة تدمير دبابات الخصم من مسافات بعيدة جدا الشرط التاني او الميزة التانية اللي اتكلمت عنها الصين في الدبابات الجديدة هي فقودة التكيف مع هجمات المسيرات الكاميكازي ودي ميزة اصبعت دلوقتي عند دبابات روسيا وشوفنا التحديث الجديد الاخير لدبابات تي 90 ام الروسية الجديدة اللي اخذت درع متطور جدا درع علوي مضاد لهجمات المسيرات الكاميكازي بيتمتع بالقوة وفي نفس الوقت الدرع منخفض في الارتفاع لا يكشف مواقع الدبابات الروسية كمان اخذت دبابات تي 90 ام الروسية الجديدة انظمة حرب الكترونية جديدة محدثة متطورة جدا مضادة لهجمات المسيرات والصواريخ المضادة للدبابات بالتالي دبابات روسيا عندها ميزة التكيف مع قدرات الخصم والبقاء على قيد الحياة في البيئات المعادية واخيرا دبابات روسيا الحديثة متصلة بالدرونات والمسيرات الكاميكازي ودرونات الاستطلاع بالتالي كل الخصاص اللي قلتها الصين واللي لازم تكون على دبابات المستقبل موجودة فعلا دلوقتي في الدبابات الروسية الجديدة اللي لازم تكون موجودة في كل جيش عربي الفترة الجاية حرب اوكرانيا اكسابت روسيا خبرات عالية جدا وخلت المصانع الروسية بتشتغل للونهار وبتشتغل باقصة طاقة ممكنة للتحديث والترقية كمان استلاء روسيا على اسلحة النيتو الحديثة خلت روسيا عندها ميزة تانية في التعرف على مستويات تكنولوجيا قوات النيتو والبدء الفوري في تعديل الدبابات الروسية واحداث صورة حقيقية كاملة في مفاهيم عمل الدبابات والاسلحة التانية ومن هنا السلاح الروسي اصبح رقم واحد في العالم بدون اي جدال لانه سلاح مجرب وسلاح موصوق منه جدا ومش اي تجريب ده مجرد في مواجهة اقوى اسلحة النيتو يعني من الاخر تاخد السلاح الروسي وانت مغمد عينيك بكده الفيديو خلص ما تنسوش يا جماعة دعم القناة قناة اخبار عسكرية هابطامش على يوتيوب لايك وشير وسبسكرايب للقناة اشوفكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته